اشتركوا في القناة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ولاه ايها الاخوة الكرام نهارضا نكلم عن الرؤى والاحلام المبشرة بالفرج في المنام ما من انسان الا هو يمر بكرب في فترة من فترات حياته ما من انسان الا هو يمر بهذا الشيء فربما يرسل الله تبارك وتعالى له رسالة في المنام بان فرجه قريب باذن الله ما هي هذه الرؤى منها اول شيء مصافحة سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام خلي بالكم جماعة الشخص المكروب ايا كان كربه دق في المعيشة مشاكل عقابات مش عارف يتخطها مسجون مديون ايا كان رؤية الانبياء فرج رؤية الانبياء فرج خلاص كده طيب رؤية البكاء عند سماع القرآن او مع سماع القرآن هذه الرؤية تدل على الفرج لان القرآن اصلا فرج فسماعه او قراءته وبكاء معه مصاحبة البكاء مع سماع القرآن هذه الرؤية تدل على الفرج باذن الله تبارك وتعالى ايضا اسم سيدنا يوسف عليه السلام او اسم شخص اسم يوسف مشرط يكون نبي هذا الاسم يدل على الفرج باذن الله تبارك وتعالى رؤية الخيط الاحمر هذه الرؤية تدل على الفرج رؤية انك تقتل شخصا معلوما لديك شخص انت عارفه في المنام فانت قمت بقتله هذه الرؤية جميلة جدا تدل على الفرج عمشي غنباء انا بقتل في المنام يا سيد اسمع الكلام القاتل البنت العزباء زواك فمش كل شيء نشوفه في المنام نقيسه على ارض الواقع طبعا ارض الواقع القتل دي كارسة دي مصيبة دي جناية ده قصاص في ايه فيها اعدام ده في الحقيقة المنامات ملهاش علاقة بالكلام ده الاحلام ملهاش علاقة بالكلام ده فليس كل ما يوره في المنام نقيسه على ارض الواقع فحينما ترى انك تقتل شخصا في المنام وهذا شخص معلوم هذه الرؤية تبشرك بالفرج ان شاء الله تبارك وتعالى تنظيف البيت فرج قضاء الحاجة فرج والحاجات دي ممكن اكون قلتها كتير السعاد يعني من باب التذكرة طيب موت شخص عزيز عليك هذه الرؤية تدل على الفرج الكهف والمغارة فرج اية الكرسي للمرأة المطلقة والمرأة الارملة فرج باذن الله تبارك وتعالى فتح الباب فتح القفل كل هذا فرج باذن الله تبارك تبارك وتعالى التبول في المرحاض ايه ده معنا عارفين البل هتبول في المرحاض لا وفي رؤية ممكن اتبول على الارض دي بكلها معناتين فالتبول في المرحاض في المكان المخصص له هذه الرؤية تبشر بالفرج ان شاء الله تبارك وتعالى رؤية الممرض هذه الرؤية تبشر بالفرج ان شاء الله تبارك تعالى تظلونا في اللقاءة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته